في ناصر قوي سمي مع الأغنية الملتزمة حكيته مع الأغنية الملتزمة علاقته ببرشة فنانين وأساذة اللي يحبهم برشة سي ناصر كما منهم فرقة العشقين الفلسطينية منهم شيخ يمام منهم أحمد قعبور وناديكم محلاها كل غناية أشدوا على أيديكم يعني هاي الأغنية اللي انشهرت فيها جورج قرمز خالد الهبر سمي حشقير مرسي الخليفة جورج قرمز طبعا الأشخاص اللي انقرضوا يعني بارش يمكن الجيل هذا كله حتى تقولي جورج قرمز ما حد بعرف عنه إذا كان غاب الاسم متغيبش الأثار متاعهم متغيبش خارجيه ما حد بعرفهم بس هو صاحب أغنية ادخلوا على اليوتيوب أنا اسمي شعب وفلسطين روحة بالثمانينات يعني جورج قرمز كان قبل مرسي الخليفة قبل أحمد قعبور ما بضبط يعني قبل شوية حكيت وليه حتى مرسي الخليفة الحقيقة نشوذك الكل بصفة عامل يعني تيجي ما توقعنيش في الغلط لأنه أنا بكتح نار يعني في فيه شخصيات استنف لتنسيال معناتها مرسي الخليفة يعني خلقوا مرسي الخليفة اسمع بقف على راس الجبل قدام العالم كله بقول فن مرسي الخليفة على رأسي رجل عظيم فنان مدهش إلى آخره ولكن 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 حط لي خمسين ألف خط تحت هذا رجل خدمة القضية الفلسطينية لم يخدمها حتى عندما جاء على تونس هنا ورحمة الله عليه الرئيس التونسي قلدوا للأمان على أنه فلسطيني ولا يعرف أنه لبناني يعني بديش أرجع على السمانينات أول ألبوم لمرسي الخليفة كان من كلمات محمود درويش من الألف إلى الياء وعلى آلة العود فقط لا غير ثم توالت وأخذ شهرته ومجده وإلى آخره ما قلت لك بلاش بلاش أكدح نار لاي الحمد لله لقيت روحي منيش واحدي أنا قدام الجمهور خطريني ما نحبش نوجع إنسان شخص مرسيل خليفة نحبه برشة نحب أغنيه وعظيه نعم حتى فيروز شو عمت فيروز عايشة في أمريكا لا 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 حضا شوية خليني أوصل لكم معلومة فيروز ليست لبنانية يا أخوان فيروز فلسطينية الأصل فيروز فلسطينية الأصل من مدينة الناصرة من عائلة حداد جميع طبعا فيروز أنا متأكد أنك لا تسمعيني ولكن كل محبيك أنا من أول عشاقك يا فيروز ومن مدمنيك ومن عبدة أغانيك ولكن أيضا بجرح عظيم جدا أن جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان تم قصفها في سنوات معينة كنت أنت في أمريكا وفي الأومبياد تقيمين حفلات ريعها للجيش اللبناني كي يسقط الشعب الفلسطيني